فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في اسم الله تعالى الحق يقول الله تعالى في سورة الإسراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فهمنا في الحلقة الماضية معنى الحق ماذا يعني الباطل من ناحية لغوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فعادة ما يعرض العلماء دراسة الحق في مقابل الباطل يعني يعرضون لدراسة الباطل كمقابل للحق من باب الاستعانة بمعرفة الضد بضدها أو النقيضة بنقيدة ثم لما له أيضا من عمق في حياة المسلم سواء على مستوى التفكير أو مستوى العمل أو مستوى يعني نحن الآن محاطون بأنواع الباطل من كل الجهات فالمفروض نعرف برضو ماذا يعني الباطل الباطل يعني هو المعدوم أو المستحيل إذا كان الحق يعني الموجود فالباطل هو المعدوم ولذلك الذين يتمسكون بباطل يتمسكون بمعدوم يجرون وراء سراب كما أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حساب طبعا يعني ذلك الجري وراء الباطل هكذا فالباطل هو كما قلنا هو المعدوم وده عند علماء المعقول لكن عند علماء الشريعة علماء المنقول هو يعني الباطل هو القول أو العمل الذي لا يتترتب يعني لا ينعقد شرعا ولا تترتب عليه أثار شرعية طبعا جاء الحق بمعنى ضد الباطل كما تفضلت وقل جاء الحق وزهق الباطل اتنين جوا مع بعض بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكن ويلو ما تصفون إن الباطل كان زهوقا ما معنى زهوقا يا مولانا؟ كان زهوقا يعني هو عدم يعني زي الإنسان المش موجود الميت المدبوح الكذا ولذلك يعني الباطل لا يتسيد إلا حين يغيب الحق فإذا ظهر الحق وتماتك الباطل دائما لأنه ليس عندك في هذه الحياة إلا إما الحق وإما الضلال وفي القرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال الناس إلا إن شكرا